السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والميسر قل فيهما إثما كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفكون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماء الإصلاح لهم خير وإن تخالطوا فيخوانكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة في إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاتذل النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تقهرن فاتوهن فإذا تقهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم أن ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشير المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاك مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم من تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جنا عليه ما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن فلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن فلقها فلا جناه عليهما أن يتراجعا ينظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لكوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقل ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواء واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظوا بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأتهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرتعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرقاعة وعلى المولود له ردقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن ترادين منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع كذره وعلى المقتر كذره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فنسف ما فردتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاه وأن تعفوا أقرب للتكوى لا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على السلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حكا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعكلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألف حذر الموت فقال لهم الله أتو ثم أحياهم إن الله لك فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله كردا حسنا فيضاعفه له أدعافا كثيرا والله يكبد ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم وهو الله عنيم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله كذب عسلكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعتا من المال قال إن الله استفاه عليكم وذاذه بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبكية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت آلوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فأشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتلتاه دجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعده منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفسام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء متاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الكون الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليتمئن قلبي قال فقد أربعة من القير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبدل صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فامثلو كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي الكوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أقولها دعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أي ودوا أحدكم من تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية دعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاهتركت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطار يعدكم الفكر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تغفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وهو الله بما تعملون خبير صدق الله العظيم